علمت صحيفة النهار من مصادر حكومية بأن المديرية العامة لضرائب بشارة عملها من أجل استيراد مستحقاتها العالقة لدى الأشخاص المعنويين والطبيعيين والمقدرة بـ 2500 مليار دينار أي ما يعادل 250 ألف مليار سنتيم وذلك بداية من الفاتح جنوبي من العام المقبل وهو العمل الذي سيقنن بموجب قانون العملية ويقضي بتكمين أو بتمكين الأشخاص المدنيين والذين يعانون من صعوبات مالية من تسديد ديونهم بالتقصيد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات كما أن كل من يحترم أجال التسديد سيحفى كلية من دفع الغرمات والتأخير أيضا كما أن التسديد سيكون عن طريق جدولة تحصب بدون غرمات حيث أن من يتجاوز أجال التسديد سيدفع غرمات مالية موسيقى